بسم الله الرحمن الرحيم مع كتاب تعبير المنام للفيلسوف والحكيم عمر الخيام وصلنا إلى الباب الرابع عشر الباب الرابع عشر في تأويل رؤية الأذان والإقامة والصلاة وقراءة القرآن والكعبة والملائكة والقضاء والإسلام قال عمر الخيام أما الأذان فكان ابن سيرين يقول في رجل يؤذن في منامه في مسجد إذا كان على غير القبلة فإنه على غير السنة فإن رأى كأنه يؤذن على القبلة ثم حول وجهه عنها فإنه يكفر بالله نعوذ بالله من ذلك والإقامة في حكم الأذان والصلاة من رأى أنه نحو القبلة في استقامة ركوعها وسجودها وقراءتها وتشهدها فإن ذلك نسك وصلاح في دينه فإن رأى أنه يصلي عريانا فإنه مذهب خبيث وطريقة خبيثة ردية وكذلك وكذلك إن رأى أنه يصلي إلى غير القبلة فإنه على هدي مخالف وأتى رجل إلى ابن السيرينة فقال رأيتك أني أضحك في صلاتي فقال أنت رجل كثير لعب في الصلاة فاحذر من ذلك والقرآن من رأى أن في يده مصحفا يقرأ القرآن فإنه يرث نسكا وعلما فإن رأى أنه ينشر مصحفا ورقة ورقة فإنه يصيب سلطانا فإن رأى أنه ضاع منه المصحف فإنه ينسى العلم والحكمة ويترك الصلاح وهت رجل إلى ابن السيرينة فقال رأيتك أني أخذت السماوات والأرض فوضعتهما في جيبي فقال إنك سرقت مصحفا فرده إلى صاحبه فقال صدقت والإمامة من رأى أنه يأم الناس في الصلاة فإنه يكون دليلا لقوم على خير من الخيرات فإن كان القوم غير راضين عنه فإنه يخون الناس فمن رأى أنه لا يصلح لذلك وهو يأم الناس فإنه يموت سريعا ويصلي عليه القوم الذين صلى بهم وأتى رجل إلى ابن السيرينة فقال رأيتم رأة أمت بقوم قال إنها تعمل عملا قبيحا فتفتضح به أو تموت سريعا ويصلي عليها الذين أمت بهم والكعبة من رأى من رأى أنه حدث حادث بالكعبة فإن ذلك أمر يحدث بإمام الوقت فإن رأى أن الكعبة يطوف بها أو عمل فيها شيئا من المناسك أو توجه إلى الكعبة فإنه صلاح في أمر دينه فإن رأى أنه يصلي ويقرأ آيات فإن ذلك رفعة شأنه فإن رأى أنه يصلي على ظهر الكعبة فإنه متحير في أمر دينه فإن رأى أنه يمنع الناس أن يصلوا إلى الحجر الأسود فإنه رجل يضل الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى رجل إلى ابن السيرين فقال رأيت أني أتخط الكعبة فقال أنت رجل فاسد المذهب وكان الرجل رافضيا ولم ينجد علي يقصد علي بن أبي طالب وآته رجل فقال رأيت رأيت كأني أحج فقال إنك تتوب من ذنوبك وإن رأى أنه تعلق بأستار الكعبة أو دخل البيت فإنه يأمن من بليات الدنيا وعذاب الآخرة والكعبة والكعبة في التأويل بمنزلة الأنبياء والملائكة ومن رأى أحدا من الأنبياء والملائكة في منامه فإنه يصيب خيرا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض جدباء فإنهم يخصبون ويدفع عنهم الغلاء والقحت وعند رؤيته عليه الصلاة والسلام وهو أي الرأي في مكروه أو بلاء فإن الله تعالى يفرج عنه ذلك وكذلك رؤية العشرة رضي الله عنهم يقصد المبشرين بالجنة وكذلك إراء الملائكة في موضع من المواضع وهو في هم وكرب وغم يفرج الله تعالى عنه وإن كان في قتال نصره الله تعالى وإن لم يكن في قتال ولا كرب فإنه منذره ومن رأى أنه يطير مع الملائكة فعن قريب تناله الشهادة وينال في الدنيا ذكرا عظيمة ومن رأى أنه تحول نبيا فإنه يصيب من شدائد الدنيا بقدر حال ذلك النبي ثم يتحول بعد ذلك إلى الكفاية والظفر ومن رأى أنه تحول إلى بعض أبناء الدنيا فإنه يتسع في دنياه ويفسد دينه فإن تحول اسمه فصار يدعى بغير اسمه فإنه يصيبه في زمانه شيء من العيب وإذا رأى أن اسمه تحول إلى اسم من الأسماء الحسنة مثل سعد وأشباه ذلك فإنه يعرف بالخير والصلاح ومن رأى أنه صاد ومن رأى أنه صار قاضيا معروفا فإنه صلاح في أمر دينه ومن رأى قاضيا مجهولا فإن القاضي المجهول يؤول بالحق سبحانه ونفاذ حكمه ومن رأى قاضيا وهو يحكم فتعبيره كما رأاه ورؤي القاضي المعروف خير وبركة ومن رأى أنه صار يقطع عليه الطريق ويلقى التعب وإن لم يكن مسافرا يتغير حاله في نعم الله ولا يصدقه الناس ويشهر به وإن كان خطيبا أو فقيها فإنه يذكر بما لا يليق به وقص على ذلك انتهى الباب الرابع عشر الباب الخامس عشر في تأويل رؤية الثياب وأنواعها من رأى أن عليه ثوبا أصفر فإنه يمرض مرضا شديدا وإن كان أخضر فإنه دين الإسلام وإن كان أحمر فهو ممن لا يرضي الله وهو مال حرام فرأى أنه لبس ثوبا جديدا فإنه يذهب عنه الغم فإن كان خلقا فهو هم وغم وإن كان وسخا كذلك ومن رأى أنه لبس ثوبا أبيض فإنه شرف في قومه فرأى أنه لبس ثوبا أسود إن كان من أهل الحشمة فإنه يزداد حشمة وإن لم يكن من أهل الحشمة فإنه تصيبه مصيبة وكذلك المشقوق إذا كان جديدا وإن كان خلقا فإن رأى أنه شقه فإنه يخرج من الغموم فإن شق مقدم قميصه فإنه يفسد دينه وكذلك إن كان قميصه قصيرا فإنه نقصان في الدين فإن رأى أن قميصه احترق فإن كان خلقا فإنه يتوب وإن كان جديدا فإنه يصيبه من السلطان خسران في المال السراويل والإزار أما لبس السراويل فإنها جارية أعجمية أو امرأة متدينة والإزار فإنه امرأة أو سرية لأنها محل الإزار ومن رأى أنه استخلف ملحفة فإنه يتزوج بمرأة أو يشتري سرية فإن رأى أن إزاره أو ملحفته نزعت منه فإن امرأته أو سريته تموت ومن رأى أنه ملفوف في الثياب فإنه دنت وفاته والعمامة والقلنسوة والخمار والرداء من رأى أنه تعمم بعمامة على أي لون كانت فإنه حشمة على قدر كورها وأتى رجل إلى ابن سيرينة فقال رأيتك أن على رأسي قلنسوة مقلوبة فقال أنت تأتي امرأتك وهي حائض وأتى رجل آخر قال رأيتك أن على رأسي قلنسوة كأن على رأسي قلنسوة خز فقال إنك تتزوج بمرأة غنية فإن رأت امرأة فإن رأت امرأة أنها ليس على رأسها خمار فإن زوجها يطلقها أو تفتضح وألوان الخمار كما وصفت في الثياب وكذلك ستر النساء وزينتهن والرداء دين الرجل ويقال أمانة في عنقه يجب أن يراعيها وتعبيره أي الرداء على تصرفه في الرؤية والنعل من رأى أنه لبس نعلا فإنه يسافر فإن رأى أنه يقطع شسع نعله فإنه يغتم هناك ولا يتزوج فإن رأى أنه لبس نعلين فإنه يتزوج بمرأة فإن كانت فإن كانت صرارطين فإنها تكون امرأة ذات خصومة وإن رأى أنه نزعها فإنه يموت ابنه أو ابنته والخفاف بمنزلة النعلين في الرؤية والديباج والخز والحرير من رأى أن عليه ثوب ديباج أو حرير أو خز فإنه يصيب سلطانا والصوف بركة وخير ومال والأبراد كلها جيدة في الدين والدنيا والوشي والمخطط خيرها ومن رأى أنه أصاب غزلا فإنه يسافر سفرا بعيدا فإن رأى أن امرأته أصابت مغزلا فإنها تلد بنيه وإن كان لها أخت أو ابنه فإنها تتزوج فإن رأى أن فالكة مغزلها دفعتها إلى زوجها فإنه يصيب منها خيرا فإن رأى أن مغزلها إن كسر فإن أختها أو بنتها تموت فإن رأى أن إنسانا أخذ مغزلها فإنه يأخذ عمل تلك المرأة التي كانت تعمله فإن رأى أنه أهدى لها مغزلا فإنها تصيب من مهديها شيئا ينتفع به في الدنيا فإن رأى رجل أن معه مغزلا أو يغزل أو بيده صنارة أو فلكة فإنه يعصر عليه معاش وهو عمل الردي ومن رأى القزة والحشو في الشتاء فهو جيد فإن كان في الصيف فهو هم وغم والقطن والكتان والشعر كل ذلك بمنزلة واحدة في الجودة الباب السادس عشر في تأويل البسط والفرش والستور والمرافق والوسائد والمناديل والجوارب البساط دنيا الرجل وكذلك الفرائش والستور قليلها وكثيرها رقيقها وصفيقها وغليظها وإذا رؤيت على باب أو بيت أو مدخل أو مخرج فإنه هم لصاحبها وحزن إلا أن يكون سلطانا فإن الوسائد والمناديل تعني الخدمة والجوارب وقاية للمال وإذا كانت جديدة وصحيحة فإن صاحبها يؤدي الزكاة والصدقة وإن كانت بالية فإنه يمسك الزكاة ولا يؤديها جميعا ويتلف ماله وإن كانت رائحة جواربه منتنة كان الثناء عليه قبيحة وقص على هذا والله أعلم انتهى الباب السادس ويأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى الباب السادس عشر ويأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى الباب السابع عشر في تأويل رؤية الأراضي والدور والسكن والأبواب والحيطان وغيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة